ميد راديو لا راديو كيميد ميد راديو نساء اللي هم في المرحلة ديال الرداعة الطبيعية تردعوا لذاتهم ولا بنيتاتهم وتسولوا لشنو هي وسيلة منع الحمل او لشنو هي الكينة اللي كتكون مناسبة لهم في هات المرحلة على سيدا بعد ما كتسول مرحلة منيسة مني كنتو 20 يوم بعد الميلادة خاصة تبدأ وسيلة من وسائل الملحلة اللي خاصة ما نعرفه الى كان السيدة كتردع بصفة منتظمة يعني كتردع 6 المرات في النهار والبيبي في اخذ من 2 جوج وهذا ما عندهش الدورة رجعت لها فهذا الامور الى كانوا مجتمعين نقدره غير بالرداعة الطبيعية تكون وسيلة من وسائل منع الحمل في ستة الأشهر الأولى فقط إن في ستة الأشهر الأولى إذا كان ذلك الرضاعة بانتظام فكيكون ناتج عن الرضاعة أن تكون محدد الارتفاع عن نسبة لهرمون الحليب وهذا كل هرمون الحليب هو اللي ما كيخليش الإبادة ولكن كان خاصة سيدة تكون يعني كانت بغير رضاعة طبيعية ما كنت تكون أي وأنا مدرس الحليب من الرضاعة الحليب الاصطناعي نعم يكون مئة للمئة رضاعة طبيعية وتكون أكثر من ستة المرات في النهار والمدة لكل حصة تكون عشرات دقيق ومعيق ووزنج تديني جوش من بعد ما كتدد هذه المدة دي رفت الشهور هذه الوسيلة التي منع الحمل ما كتفقش سععة لذات تكسعة نقدرون نصف لها بعد كيمحوب منع الحمل اللي كتكون وحادية الشكل واللي فيها واحد الزروعات خفيفة من مادة البروجستيرون واحد الهرمون اللي كنعيط لهم اللي ميكرو بروجستاتيف هذو حبور منع الحمل لما كيشكلوا حتى شي ضرار بالنسبة مع الرضاعة وينقدرون بعد 6 شهر سيدات خبر التعاون بهم كوسيلة من وسائل منع الحمل